كمان مع حضرتك لذكريات فرقة المصريين ورجعكم بعد عودة إيمان ياريت كنت قلت الإيمان تيجي يمكن يعني اليومين دول مشغولة في التدريس بتاعها وتعب أكيد هتكون معنا إن شاء الله في الفترة الجاية إحنا إن شاء الله قاعدين نستجل أغاني وكان يعني المنتج قبلنا واحدة تغني ومامتها ما كادش قادة إنها تغني وبتاع الشغلانة كده أستاذ صلاح كلمني بالتليفون قال لي إنه هاردة ما تفوتش عليها كنت بفوت عليه أخده بعربيتي لغاتي للستوديو سواءً الأغنية من كلماته أو لا كم بيحتف فرقة مصريين دي عنده كانت حاجة قال لي إنها زي الصباح الخير وإنت صباح الخير طبعاً فطبعاً إيه؟ قلت طيب وإحنا قاعدين كده كده دخل أستاذ صلاح جهين ومعاه إيمان يونس إيمان يونس كنت عرفها في الكونزوراتور بس أنا كنت طبعاً إيه؟ سن جميل ودخلت بستاتنا وهيكت لسه كتكوتها كنت كل ما شوها إزاي كتكوتها صغارة أوي ملمحة صغارة أوي كده حاجة قلنا أنا فيه أغنية كذا كذا خشت غنت أغنيتين وراء بعض حاجة صوت دهب سبع سنين دراسة الناس بتنسى الناس بتنسى أن الموضوع موهبة ودراسة وتمرين موهبة تغذيها التمرين والدراسة مع بعض لازم وحضرتك استعملت كلمة تغذيها وأنا حييك على دي لأن أنا ما بحد يقولي أصل الدراسة تسقل الموهبة تسقل حتى تلمع الترميزة بقى هنجبلها ستورجي يوعد يلمع فيها ده زي ما حضرتك قلت بالضبط الدراسة بتوسع المدارك واللي أقدر أعمله واللي أقدر أفكر فيه وخيالي إزاي ينطلق وكل حاجة من الدراسة التمرين هو قدرتي على تنفيذ اللي في دماغي ولو في دماغي فيه موسيقى حلوة فيه ناس كده عندهم موسيقى حلوة جدا وما بيطلقش ينفزوها